لو بدأنا في برنامجنا هذا عن السيدة الزهراء سلام الله عليها ولعائن الله على ظالميها بين المكانة والنسب وبين قدرها بين السماء والأرض لوجدنا أن هناك روايات قد تواترت عن مكانتها صلوات ربي وسلامه عليها اسم وصفات ولدنا معها لكن رغم كثرتها أي كثرة ما نقل عنها في الروايات حتى عد إنما ينقل عنها سندا يكتفى به في إثبات شرف الناقل لم يذكر عنها أي شيء في الصحاح إلا كلام نزير إن وجد كلام عنها دون نقل أحاديثها فكانت الأغراض أغراضا شيطانية مرة وسياسية مرات عدة البخاري هو شيخ من مشايخ المسلمين من أبناء السنة والجماعة ألف كتابه لكي يغربل الحديث الشريف وينتقي منه ما صح عنده أو بعضا مما صح عنده ما معنى هذا الكلام؟ معنى ذلك أن البخاري وغيره من مشايخ المسلمين كانوا يعانون من مشكلة كبرى وقعت فيها الأمة الإسلامية هناك كم هائل من الأحاديث المكذوبة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولو لم يقم البخاري وغيره من مشايخ الإسلام بتلك الغربلة لاختلط الحابل بالنابل لما تميز الحق عن الباطل ولذلك قام بهذا الجهد فماذا أثمر؟ اطلع البخاري على ستمائة ألف حديث هذه الأحاديث مروية أو مكذوبة عن النبي أو على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم غرب لها البخاري فغرب لها فغرب لها حتى ترك منها نصف مليون حديث من أصل ستمائة ألف حديث ما صح عنده مئة ألف حديث ونصف مليون حديث ألقاه وتركه من هذه المئة ألف حديث اختار البخاري أربعة آلاف حديث وبطريقته قطع هذه الأحاديث في كتابه الجامع الصحيح فأصبحت أعداد الأحاديث لا تتجاوز سبعة آلاف وخمسمائة وثلاثة وستين حديثا قريب النصف منها مكرر المتون غير المكررة هي بحدود أربعة آلاف حديث هو جهد يحسب للبخاري من جهة لكن من جهة أخرى من الذي كذب على النبي حتى أو من هم الذين كذبوا على النبي حتى أصبح عدد الأحاديث المزيفة المكذوبة قريبا من نصف مليون ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال فاطمة سيدة نساء أهل الجنة وقال فاطمة بضعة مني من أعذاها فقد أعذاني أن الله يرضى لرضى فاطمة ويغضب لغضب فاطمة سيدتنا فاطمة زهراء صلى الله عليه وسلم هي بنت رسول الله وعاشت مع أبيها حوالي حوالي 18 عام إلا قليلا يعني كل عمرها كانت مع أبيها وبعد وفاة أبيها بستة أشهر يعني لبت نداء ربها والتحقت بأبيها سلام الله عليهما صاحب التفسير الذي هو محورنا في هذه الحلقة البخاري بين الدس والتسييس وعدم نقله عن أمير المؤمنين صلبة الله وسلامه عليه إلا الأحاديث القليلة جعل التساؤلات تنطلق في أفق الحداثة الفكرية والعلمية والسؤال الآخر أين باقي الأحاديث الصحيحة التي صحت عند البخاري؟ قام البخاري في كتابه صحيح البخاري بالتعرض لبعض القضايا المرتبطة بالزهراء سلام الله عليه وأشار إلى عدد من تلك الأمور ولعل الذكر الذي ورد في هذا الكتاب للزهراء ليس ذكراً الهدف منه بيان مكانة هذه المرأة العظيمة وإنما كان الهدف منه بيان ما وقع معها في ذلك الزمن بما يغطي ما وقع معها بشكل أكبر هناك مشكلة علمية في صحيح البخاري أن الأحاديث يأتي بها مقطعة فيقطع من الحديث بمقدار ما يحتاجه في هذا الباب وهذه مشكلة لأننا لو قرأنا الحديث كاملاً لخرجنا بانطباعات متكاملة عن ذلك الحديث أما إذا قطع بطريقة لا تكون دقيقة حتى لو كانت دقيقة في هذه المطالب فإننا سوف نحرم من عطاء الحديث بكامله هذه مشكلة وقع فيها البخاري يذكر المؤرخون أن الصحاح قد كتبت في فترة سيادة النواصب في أزمنة متعاقبة وبلدان متغيرة بين العراق وبلاد الشام والحجاز حتى أثرت بعض الرتب العسكرية هناك وبعض المناصب المهمة في تلك الدول على الروايات التي كانت تذكر في الصحاح منهجية البخاري في كتابه تتضمن أنه يأتي بمناقب وفضائل يسميها فضائل الصحابة فضائل الذين كانوا على قرابة من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم فلا يمكنه أن يتجاوز فضائل السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها هذا جانب وجانب آخر البخاري ليس بإمكانه أن يتجاوز هذا الشاخص الذي لا يطال في عالم النساء والرجال وهو شخصية السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها فلو افتقر كتابه ولم يذكر السيدة فاطمة لاتهم بأنه كتاب ترك جزءا هاما من الحقيقة لأن السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام كانت محركة لذهنية المجتمع المسلم ولعقلية الفرد المسلم وهي توضح نقاطا حاول كثير من الناس أن يتجاهلوها أو أن يغطوا عليها وقد ذكرتها مشخصة لأمراض الأمة الإسلامية التي كانت بعد وفاة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم فلا بد أن يقول شيئا وإلا يكون المجال مفتوحا ومفسوحا أمام غيره ليقول عن السيدة الزهراء عليها السلام ما صح عنده من أحاديث وما راج عنده من مواقف ولما كان ذكر الزهراء في هذا الكتاب ذكرا يتعرض فيه البخاري وغيره لما وقع مع الخليفة الأول فمع ذلك لا نجد أن هذا الذكر يكون من خلال اتخاذ المواقف وإنما يكون ذكرا يتضمن الإشارة إلى بعض ما وقع معها بصورة دقيقة وإلى زيادة شيء آخر مما لم يقع من علي وأهل البيت عليهم وفضل الصلاة والسلام ومثل هذا الذكر كان الهدف منه ماذا؟ تمس تلك الأحداث والتفاصيل التي وقعت معهم من خلال ذكر بعض التفاصيل الدقيقة وإغفال ذكر التفاصيل الأخرى أو استبدالها بتفاصيل أخرى وللأسف أن أصحاب الصحاح عاشوا في فترة كان يحكمها حكام بن العباس حكام بن العباس كانوا نواصب وأعداء أهل البيت والكتاب الذي يكتب تحت مظلتهم يعني أيام حكومهم في عهدهم ذاك الكتاب يكون في إطار معين يكون مسيسا وبعض الصحاح خرجت وهي مسيسة فإن البخاري وغيره من الكتب التي كانت لا تجرؤ على أن تذكر ما وقع مع الزهراء سلام الله عليها مع الخليفة الأول والثاني فإنهم حاولوا أن يزيدوا في الطمس المتعمد بأن يشيروا إلى بعض الروايات التي تشير إلى ذكر لها سبب الله عليها بما يظهرها بمظهر الإنسان الذي يدافع عن منافع شخصية أو بما يظهر عليين وأبنائه عليهم أفضل الصلاة والسلام بمظهر الذي يدافع عن المال وما شاكل ذلك هنا نقف عند مثال واضح لحديث من الأحاديث التي أغفل عنها أو أغفلت عنها العيون عمدا من آذاها فقد آذاني وفي رواية من أغضبها فقد أغضبني نعم من يستطيع على أن يؤذيكي وأنت فاطمة الشخصية المثلى أنت فاطمة الشخصية المبدئية البخاري وهو يذكر السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها كان لا يذكر اسمها إلا ويقول عليها السلام ولم يقل لأي أحد من الصحابة من غير أهل البيت عليه السلام نعم يقول عن الصحابة رضي الله عنهم أو عن ذاك الصحابي وهذا يقول رضي الله عنه تلك الصحابية يقول رضي الله عنها أما فاطمة إذا ذكرها فإنه يقول عليها السلام علي إذا ذكره يقول علي عليه السلام خاصة إذا ذكره معها يقول عليهم السلام إذا ذكر الحسن إذا ذكر الحسين البخاري وغيره أيضا إذا ذكروهم يقولون عليهم السلام ما معنى ذلك السلام لا يصح إلا على الأنبياء أو على المعصومين فكأنهم في داخلهم اعتراف بعصمة فاطمة اعتراف بعصمة علي اعتراف بعصمة الحسن والحسين هذا من جانب ومن جانب آخر نجد السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها هي القدوة وهي المثال فلا بد أن يكون الحديث عنها حديثا يليق بشأنها ولذلك اختار البخاري أحاديث صحت عنده تذكر أن السيدة فاطمة الزهراء عليه السلام هي أفضل النساء من ضمنها حديث يقول فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني هذا حديث حديث آخر فاطمة سيدة نساء هذه الأمة حديث ثالث فاطمة سيدة نساء المؤمنين حديث آخر وهو أول حديث يذكره البخاري في منقبة فاطمة عليه السلام فاطمة سيدة نساء أهل الجنة هذا دال على عصمتها وهذا دال على أنها سيدة جميع النساء سيدة لعائشة سيدة لحفصة سيدة لنساء النبي سيدة لنساء المؤمنين سيدة حتى على الرجال من بعد النبي والآل عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام وهذه الطريقة التي اتبعها البخاري وغيره من الكتاب كان الهدف منها إلصاق تهمة البحث عن الجاهي والسلطان بمدرسة أهل البيت وبأممتهم عليهم أفضل الصلاة والسلام يعني مثلا أهم الصحاة عند المسلمين هو الصحيح البخاري الصحيح البخاري ينقل أكثر من أربعمائة حديث عن أبي هريرة وينقل بمقدارها تقريبا عن عبد الله بن عمر وينقل عن عائشة مائتين ويمكن ستين سبعين حديث وينقل عن مختلف الصحابة ولا ينقل عن علي عليه السلام وعليهم كل عمر يعني من ولادته إلى وفاة النبي العام العاشر الهجرة كان مع رسوله لا ينقل عن علي عليه السلام إلا وخمسة وعشرين حديث نكران ذكر الزهراء سلام الله عليها في مجموعة من الصحاح أو الاكتفاء بالنقل عنها دون ذكر رواياتها له أمر معيب من الناحية العلمية وأمر مشين من الناحية المادية البخاري كان ناقلا للأحاديث الأحاديث لها رواة هؤلاء الرواة صححهم وذكر وثاقتهم علماء تتلمذ على أيديهم البخاري وليس بإمكان البخاري أن يغفل عنهم أو أن يتجاوزهم لأنهم كانوا أعمدة الحديث لدى أبناء السنة والجماعة فمن خلال ذلك تسربت إلى صحيح البخاري أحاديث لم تكن دقيقة إما أن تكون مكذوبة أو أن تكون متسوسة والدس أن يكون هناك تغيير في بعض الفاظ الأحاديث على سبيل المثال حديث يذكر ويؤكد أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يغضب لغضب فاطمة هناك من يحاول أن يأتي فيجعل نفرة بين فاطمة وبين زوجها أمير المؤمنين عليهما أفضل الصلاة والسلام هذه من المشاكل الكبرى التي وقع فيها البخاري هل دلس البخاري أو هل أضاف سؤال وربما يصاغ هذا السؤال بطريقة أكثر علمية وأقرب إلى الواقع هل جاء البخاري بأحاديث فيها تدليس فيها إضافات لم تكن على متن الحديث النبوي البخاري كما أسلفنا كان ناقل أحاديث وجامع أحاديث وبعضها فيه التدليس وبعضها فيه التشويه وبعضها فيه الكذب فالبخاري عندما يذكرها هل هو مدلس يتقصد التدليس أم أنه يذكرها ويلقي مسؤولية الأمانة في النقل على عاتق أولئك الذين يروونها على كل حال هذا الأمر يحتاج بحثا علميا حتى نصل إلى إجابات علمية دقيقة إلا أننا نقول هناك أحاديث في صحيح البخاري لو عرضت على القرآن لخالفت القرآن إذا لم نتهم البخاري فإننا نتهم تلك الأحاديث التي جعلها البخاري في صحيحه وقد عرف البخاري كما هو معلوم بين المصنفين في علم الحديث أنه كان دائما يقوم بتزوير الأحاديث حيث أنه كثيرا ما كان يبدل كاسم بعض الرواة بكلمة فلان وفلان أو يزيل الكلمة من أساسها وهذا ما كشف عنه ذكر الأسماء في غير واحد من الكتب الأخرى التي كشفت على أن البخاري عندما كان يحاول أن يزيل الأسماء كان يهدف من ذلك إلى طمس ما يرتبط بسيرة بعض الصحابة الذين وقعوا في بعض الأخطاء في سيرتهم المعروفة عندنا ثوابت في التعاطي مع الأحاديث الشريفة إذا اختلفت أو تعارضت هناك قواعد وضوابط في ما يعرف باسم علم الرجال هناك ضوابط في ما يتصل بالسند هناك ضوابط في ما يتصل بوثاقة الراوي هناك ضوابط في ما يتصل بوثاقة الرواية هناك ضابط كبرى وهي من أهم الضوابط أعطانا إياها سيدنا ومولانا الإمام الصادق عليه السلام بأن نعرض الأحاديث الواصلة إلينا المروية عن النبي نعرضها على القرآن الكريم فما خالف القرآن الكريم نضرب به عرض الحائط وما وافق القرآن الكريم نأخذ به فإذا نحتاج أن يكون هناك من يتكلم بشجاعة عن الأحاديث التي ذكرها البخاري وفيها مخالفة للقرآن الكريم وقد بذلت جهود شيعية لعلماء شيعة كثيرين أشاروا وشخصوا إلى تلك الاختلافات التي نجدها في تلك الأحاديث وهي تختلف وتتقاطع وتتعارض مع القرآن هذا الجهد يحتاجه المسلمون من غير الشيعة أيضا حتى يغربلوا ما في صحيح البخاري ولا يأخذ هذا الكتاب أخذ المسلمات لأننا وللأسف الشديد نسمع أن ليس هناك كتاب أصح بعد القرآن الكريم من صحيح البخاري هذا الكلام فيه مشاكل وقع فيها إخوة لنا من أبناء المذاهب الإسلامية الأخرى حري بهم أن يمحصوا ويدققوا ويتأملوا وينظروا أي الأحاديث في صحيح البخاري تختلف وتتقاطع وتتعارض مع القرآن الكريم فاطمة المظلومة الشهيدة أضحت ذات تداعيات لعدم ذكرها في مجموعة من الصحاح فكأنما قدح في الصحاح بسبب عدم ذكر الزهراء فيها وهي العظيمة التي نالت من الله ما نالت من الرضا والرحمة والمغفرة وهي تلك المظلومة الشهيدة التي دفنت معها الأسرار وهنا يكون السؤال لماذا ومتى لم يذكر اسم الزهراء سلام الله عليها هناك مشكلة عانى منها البخاري وغير البخاري وهم يتحدثون عن السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها ثابت عند الجميع أن السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها قد خاصمت أبا بكر وحاججته وحرضت عليه وتوفيت وهي غاضبة عليه غير راضية عنه ولا مبايعة له لم تكن مبايعة له هذا أوقع الشيخ البخاري وغيره في حرج كيف تأخذ السيدة الزهراء هذا الموقف وهم يروون أن من مات وليس في عنقه بيع مات ميتة جاهلية والزهراء لم تبايع أبا بكر وكيف يأتون بما يكون حلا وسطا بين السيدة الزهراء سلام الله عليها وبين أبي بكر هذا الأمر أوقعهم في حرج كبير ولذلك نجد ليا لأعناق بعض النصوص ونجد قطعا في بعض الأحاديث ومحاولات تلفيقية لتهدئة بعض المواقف فلا يتحدثون عنها بكل صراحة هذه مشكلة موجودة في صحيح البخاري وفي كتب كثيرة غير هذا الكتاب وقع فيها إخوة لنا من مذاهب إسلامية أخرى ولهذا سواء أشار البخاري إلى الزهراء سلام الله عليها بشكل لائق بمقامها أو لم يشر أو أشار بطريقة غير لائقة فإن ذكر الزهراء سلام الله عليها لا يتأثر بمثل هذه الكتب التي ألفت وفق منهجية خاصة تتناسب مع مدرسة بني أمي الذين ورد ذكرهم ولعنهم في القرآن الكريم والحمد لله رب العالمين قصوا كثرة الغاراء في هاي القضية طبعا يكشف الأوراق يتحمل أذية يتحمل أذية يتحمل أذية يتحمل أهل يتحمل أذية شكرا للمشاهدة